من كامل مع حضراتكم من سيف الدين الجزيري الحازم إمامي اللي بيتمثل للشفاء من إصابة الخلفية ويشارك اختبار طبيعي حسن مشاركة حازم إن شاء الله في التدريبات ومشاركته كمان في مباراة سيراميكا كليباترا المقبلة يمكن حازم كان عنده إصابة خفيفة في العضلة الخلفية غاب على إثرها الفترة الأخيرة لكن إن شاء الله هو كان صبعا الإصابة كانت في مباراة المصرية للاتصالات المباراة الودية لكن إن شاء الله من باكر بإذن الله من يوم الجمعة عاقب عودة الفريل للتدريبات الجمعية حازم إمام إن شاء الله مشارك لإنه إحنا طبعا الفترة الأخيرة كان عندنا أزمة لازم نقول شابو للجهاز الفني ولازم نقول برافو لي مستر فريرا إنه هو قدر إنه يلعب الفترة الأخيرة دي من غير باكي مين في ظل إصابة حازم وظل إصابة المسلوسي كمان ما كانش عنده خيارات فلما غير طريقة اللعب واعتمد على تلاتة في خط الظهر وابتدأ إنه هو يجرب أكتر من لعب فيه أكتر من مركز قدر إنه هو يتخطى هذا الموقف الصعب جدا جدا نتها تلعب مباراة مهمة زي دي من غير باكي يمين لكن إن شاء الله بإذن الله حازم بإذن الله يرجع ويدعم يحازم من اللعبة الرجالة حازم من اللعبة اللي أول ما نادي الزمالك طلبها لبت النداء بدون أي شرط لبت بدون أي اشتراطات بدون أي مفاوضات وراح لمجلس الإدارة وقال أنا موافق إن أنا مكمل في نادية وفيتي نادي الزمالك هي دي اللعبة اللي محتاجة وهي دي الروح وهي دي النوعية والكواليتي اللي نادي الزمالك محتاجها ونادي الزمالك بيدور عليها الفترة اللي جاية مجلس الإدارة كمان إبرام عقود جديدة للشباب زمالك بعض التقلق الأخير زي ما أنا قلت في المقدمة بتاعتي أنا هدوم صوتي مع صوت أمير مرتضى منصور خلاص بقوا لعيبة كبيرة بقوا لعيبة رجالة بقوا لعيبة كبار أوي سواء سيف فاروق جعفر سواء يوسف أسامة نبيه سواء عبدالله نمار سواء محمد طارق سواء حسام عبد المجيد كدول بقوا لعيبة كبيرة جدا ينضم لهم كمان عبدون ينضم لهم ماجد هاني هينضم لهم لعيبة على أعلى مستوى يمكن طبعنا تصرحات أمير مرتضى مبارح وبيأكد على أني لسه فيه مدافعين هيتم بتصعيدهم من فريق الأمل عندنا مهاجمين كمان هيتم بتصعيدهم